عزيزة فلسطين ونستمع إلى بطاقة التهنئة من فلسطين الغالية ونعود يحتفل الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في الخامس والعشرين من أيار مايو من كل عام بعيد الاستقلال هذه السنة يصادف أو تصادف الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الاستقلال كل عام والنشامة والنشميات بألف خير وهي مناسبة ليست فقط للأردنيين والأردنيات وإنما هي لكل الأقطار العربية التي تتمنى دائما الخير والأمان والازدهار للمملكة الأردنية ومن هنا نبرق بالتحية للأردن ملكا وحكومة وشعبا ونقول إن شاء الله دوام الازدهار والتقدم والرخاء حول هذه المناسبة في بيت للكل نتوقف مع ضيفنا الذي ينضم إلينا من العاصمة الأردنية أعمان السيد عمران القطيب الكاتب والمحلل السياسي سيد الخطيب أهلا ومرحبا بك معنا وأن تتواجد كفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان وهذه ذكرى الاستقلال من جديد للمملكة ماذا تقول بداية في هذه المناسبة العزيزة ليست فقط على الأردنيين وأنما على الفلسطينيين والعرب بشكل عام في البداية اسمح لي أن أتواجه بالشكر لتلفزيون فلسطين على هذا الاهتمام الدائم في العلاقات الأردنية الفلسطينية وأسمح لي أن أقدم التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله والشعب الأردني وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في ذكرى الاستقلال في ذكرى مرور 78 عام على استقلال الأردن والذي يشكل النبض للأمة العربية والإسلامية والأردن الذي عرفناه دائما منذ نشأة القضية الفلسطينية وحتى هذه اليوم والأردن يشكل الداعم والسند للشعب العربي الفلسطيني هذا جانب ومن جانب آخر فإن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الشعب الأردني الشقيق في مختلف أماكن تواجد الشعب الأردني يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية وليست مجرد قضية جوار وهناك علاقات تتترابط ما بين الشعبين الأردني والفلسطيني والفلسطيني وأيضا العلاقات التي بين الزعيمان بين جلالة الملك عبدالله الثاني وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وهذه العلاقات التي أرثت على طريق دور الأردن الاستثنائي والمهم وهو رعاية الأردن للمقدسات الإسلامية والمسيحية وحرص الأردن على المحافظة على القدس ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي له من قوة وفي كل المحطات القضية الفلسطينية وخصوصا في هذه الفترة سيد الخطين وخصوصا في هذه الفترة الموقف الأردني المتمثل برفض تهجير الفلسطينيين يعتبر أن القضية الفلسطينية القضية المركزية والأساسية وهو في كل مختلف زياراته لدول العالم يؤكد سواء في الكونغرس الأمريكي أو في اللقاء مع جون بايدن ومع مختلف الزعماء الأمريكيين يؤكد على حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إضافة إلى كل ذلك فإن الأردن هو يستقبل العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين وهو يتعامل معهم بنفس الحقوق للمواطنين الأردنيين وهذا جانب أساسي في دعم القضية الفلسطينية ونحن نؤكد دوما على متانة هذه العلاقة والشراكة السياسية والشراكة الميدانية حيث يتوجه الأردن من خلال المستشفى الميداني في قطاع غزة المستشفيات التي أنشأها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية في نابلس وفي جينين وفي كل الأحداث وخلال هذا العدوان كان الأردن الدولة الأولى المتقدمة في تقديم المساعدات للشعب العربي الفلسطيني وخاصة خلال العدوان المتواصل منذ ثمانية أشهر شكرا جزيلا لك سيد أمران الخطيب كاتب والمحلل السياسي كنت معنا من استوديوهاتنا في العاصمة الأردنية عمان ونقل تحيات الفلسطينيين أبناء شعبنا لأشقائنا في الأردن لهذه المناسبة العزيزة شكرا جزيلا ومرة أخرى كل عام وأبناء الأردن أبناء المملكة الأردنية الهاشمية أشقائنا هناك بألف خير لمناسبة عيد الاستقلال في ذكرى الثامنة والسبعين ترجمة نانسي قنقر